بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم قناة من يوميات أبو أيمن وأم الخير إذا كنتم من المتابعين الجدد وأعجبتكم القناة اضغطوا على زر الاشتراك وفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد حبيبنا يتجدد لقائنا اليوم ورح نحكي فيه عن طرق طبيعية لعلاج كلف البشرة وخاصة عند المرأة أثناء فترة الحمل تلاحظ المرأة الحامل عدة تغييرات على بشرتها خلال فترة الحمل ومن هذه التغييرات سنذكر الكلف ما هو الكلف وخاصة كلف الحمل وكيف يمكن علاجه بطرق طبيعية الطرق الطبيعية لعلاج كلف الحمل عادة يسمى الكلف بقناع الحمل وهو ظهور بقع داكنة بالنية اللون على الجل فوق الجبهة وفوق الشفاء وعلى الأنف أو الوجنتين يصيب كلف الحمل خمسين إلى خمسة وسبعين بالمئة من النساء الحوامل ويظهر الكلف بسبب ارتفاع نسبة هرموني الاستروجين والبروجستيرون اللذان يزيدان من إنتاج صبغة الميلانين فتشعر الحامل بزيادة التصبغ في الجلد والذي يزداد سوءا عند التعرض لأشعة الشمس فكيف يمكن علاج كلف الحمل؟ إن الكلف الذي يظهر خلال فترة الحمل يبدأ بالتلاشي عادة بعد الولادة وغالبا ما يختفي خلال السنة الأولى ما بعد الولادة ولكن في حال كان يثير الإزعاج وبالطبع لا ينصح باستخدام العلاجات الدوائية للكلف خلال فترة الحمل فيمكن استخدام بعض الماسكات الطبيعية في المنزل لعلاج كلف الحمل ويمكنك اختيار ما يناسب بشرتك ومنها أولا الشوفان الشوفان معروف أنه مقشر طبيعي يساعد على التخلص من الجلد الميت والبقع الداكنة وإعطاء البشرة النعومة والنظارة وطريقة الاستعمال أخلطي ملعقتين من بودرة الشوفان مع ملعقتين من الحليب وملعقة من العسل طبعا إذا ملعقة صغيرة لكل صغار وإذا كبيرة لكل كبار ضعي الخليط على مناطق الكلف والتركيه لمدة عشرين دقيقة على الأقل ثم اغسليه بالماء الدافئ يمكن تكرار الطريقة مرتين إلى ثلاث مرات في الأسبوع يعني يوم بعد يوم لمدة شهر ثانيا اللوز إن تواجد كميات جيدة من البروتين في اللوز يساعد في إضاءة البشرة واحتوائه على فيتامين E يغذي البشرة ويخلصها من التصبغات وطريقة الاستعمال أخلطي ملعقة من بودرة اللوز المطحون مع كمية مناسبة من العسل لتكوين عجينة ضعي الخليط على المناطق الداكنة وتركيه لمدة نصف ساعة ثم اغسليه بالماء الدافئ يمكن تكرار هذه الوصفة من ثلاثة إلى أربع مرات أسبوعيا ثالثا الكوركم يحتوي الكوركم على مادة الكروكمين التي فيها خصائص مضادة للأكسدة فيساعد على تفتيح البشرة والتخفيف من الكلف وطريقة الاستعمال أخلطي خمس ملاعق من بودرة الكوركم مع عشرة ملاعق من الحليب كامل الدسم لتكوين عجينة طبعا كمان صغيرة أو كبيرة ويمكن إضافة كمية من الطحين لزيادة سماكة الخليط افرد العجينة على مناطق الكلف ثم اغسليها بالماء الدافئ بعد عشرين دقيقة يمكن استخدام هذا المسك مرة يوميا للحصول على أفضل النتائج رابعا الحليب أو اللبن يعد اللبن الزبادي طبعا والحليب وخاصة الحليب كامل الدسم مصدران لحمض اللاكتيك والكالسيوم وهما من أكثر المواد فعالية في تقشير البشرة والحفاظ على نعمتها ولونها وطريقة الاستعمال طبق اللبن أو الحليب مباشرة على الكلف والتركيه حتى يجف ثم اغسليه بالماء الدافئ خامسا خل التفاح يجعل حمض الأسيتيك من خل التفاح مبيض طبيعي فعال فيساعد في التخلص من البقع وزيادة نعومة ونظارة البشرة وبينت بعض الدراسات بأن خل التفاح يحتوي البوليفينول الذي يعمل كمضاد للأكسدة ويحمي خلايا الجل وطريقة الاستعمال اخلطي كمية متساوية من خل التفاح والماء طبق المحلول على بقع الكلف وانتظري حتى يجف اغسليه بالماء الدافئ ويمكنك تطبيق هذا المسك مرة يوميا سادسا عصير الليمون بسبب الطبيعة الحمضية للليمون فانه يمتلك قصائص قابضة للبشرة تعمل على تفتيح البشرة وازالة الطبقة الخارجية والتصبغات من الجلد وطريقة الاستعمال بوضع عصير الليمون مباشرة على مناطق الكلف وفركيه بلطف لمدة دقيقة إلى دقيقتين ثم تركيه لعشرين دقيقة قبل غسله بالماء الدافئ سابعا جل الألوفيرا يساعد جل الألوفيرا بالتخلص من المناصق الداكنة في الجلد وإعادة اللون الطبيعي كما يساعد في التخلص من الجلد الميت وتحفيز بناء خلايا جديدة وطريقة الاستعمال استخرجي جل الألوفيرا وطبقيه على الكلف وفركيه بلطف لبضع الدقائق اتركيه لمدة خمستاش إلى عشرين دقيقة قبل غسله بالماء الدافئ ويمكن استعمال الجل مرتين يوميا لعدة أسابيع ثامنا عصير البصل يحتوي عصير البصل على مركبات الكبريت التي تعمل على إزالة البقع الداكنة من البشرة وكما يعمل عصير البصل على تغذية خلايا الجلد وطريقة الاستعمال الحصول على عصير البصل بواسطة خلاط كهربائي أو عن طريق البرش وتصفيته اخلطي كميات متساوية من عصير البصل مع خل التفاح طبقيه على الكلف باستخدام القطن وتركيه لمدة عشرين دقيقة ثم اغسليه بالماء الدافئ ويمكن تطبيقه مرة يوميا وأخيرا إليك بعض النصائح لتقليل الكلف أكثر من تناول الخضروات والفواكه والحقوب باعتبارها مصادر غنية بحمض الفوليك إضافة إلى المكملات من حمض الفوليك واستخدمي واقش الشمس الذي يناسب بشرتك دائما فأشعة الشمس تزيد الكلف سوءا حبيبنا نتمنى أن الموضوع عجبكم وننتظر رأيكم وتعليقكم على الموضوع نشكركم جميع المشتركين وزوار على تفاعلكم وثقتكم بنا وكما عودناكم دائما بالجديد والمفيد بإذن الله دمتم في حفظ الله ورعايته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة